موسيقى هوية الكراءة من أكثر الهويات انتشاراً بالعالم ومع تطور التكنولوجيا إلا ما تكون هالهوية أيضاً على طريق التطور بوكلافا تطبيق هدفه يلعب دور القارئ لمختلف الكتب العالمية بتقنية صوتية محترفة موسيقى أنا رائد أعمال لبناني كندي صاري بالإمارات ثلاث سنين بلشنا بوكلافا من حوالي سنة ونصف نحن الفكرة الأساسية هي أنه نحن اليوم عايشين بوقت أو بعصر يلي الحياة كتير سريعة واتيرتها وبنفس الوقت واحد بقى عنده وقت فراغ قد قبل فكلما وقتنا الفراغ عم بقل بنفس الوقت كلما نحن متوقع مننا أنه نعرف أكتر وأكتر عن أمور كتير بالحياة اللي بخاصة يا أما شغلنا يا أما عشية ثقافية يا أما أخبار فالفكرة بلشت بأنه شو هو الطريق الوحيد ممكن واحد يضله إذا بدك أبتو دايت يعني بياما ثقافيا يا أما معلوماتيا يا أما بأصص اللي هو بحبها الطريقة هي أنه تكون طريقة عن طريقة الصوت أوديو يعني قطعت شي بتجربة شخصية خلتك تفكر بهيدا المشروع عم فكرة بيزنس كياني لا لا طبعا هي بلشت تجربة شخصية أنا كنت أشتغل مع شركة أمريكانية ومقر العالمي كانت بسويسرا فكنت تسافر على قليل 52 مرة بالسنة يعني يعني كل أسبوع فاك ما كان يسمح لي أن أقدر أقرأ قدم أنا بحب حتى ما كان فيني أحضر الأصص اللي بحبه ومن هنيك في صديق اللي يعرفني على كتب الصوتية باللغة الإنجليزية وعلى البودكاست للمدونات الصوتية أحنا نقلا بالعربي كانت بالصعوبة يخلص كتاب بالشهر ستتفاجأ عم خلص أربع خمس كتب بالشهر وما درست العربي من أنا وصغير فما قدرت أن يتمكن بالعربي مضبوط وما بحب أقرأ عربي عشان هذا الموضوع بس بحب أسمع عربي فشوفنا هذه الفكرة أنه ممكن هذه تحلل مشكلة الناس اللي ما عنده وقت تقرأ أو الناس اللي ما بده تقرأ أو حتى الملايين العربي اللي عايشين بره يلي ما صح لهم كمان مثل أنا يتعلموا اللغة العربية بس ممكن يفهموها كما سامعوها فهذا كمان سوق جديد للمؤلفين والكتاب والثقافة العربية أنها تنتشر بالعالم تاريك فيك تخبرنا بلايس كيف يشتغل التطبيق أكيد طبعاً أول شي طبعاً اللي تنزل التطبيق من الابل من الابستور أنا معي ايفون من الابل من الابستور بعدين تفتح التطبيق وبيصير عندك هذه المين سكرين هون موجودة فيك يأمت التطبيق نحن نعم مختارات الأسبوع البست سلر الموجودة هون وعنا كمان محتوى فري أو في يعمل بالبحث عن نحن سيرتش فونكشن كثير كمان فيه فوت مثلا ينقى إذا بده يسمع شيء بإنجليزي أو عربي أو إذا بده شعر أو إذا فيه كاتب معين بالظبط أولا مثلا فيه حطي كمان ينقى اللينكث أو المدى بركي هو رايح مشهور عشر دقائق بده يسمع شيء بسبع عشر دقائق أوكي فيه كمان واحد يعمل سيرتش بالكاتيجوريز مثلا عندنا نحن البييوغرافيز عم بزنس أولا بده شعر أو إصصات بعدين تكبسي انت على الكتاب فيك تشوف تفاصيله تشوف المدى شو الرائتنج طبعه شو في ريفيوز بعدين تشتري الكتاب بيصير عندك باللايبري أوكي بتكبسي بلاي ويتبلش تسمعي فيك كمان الحلو بالتطبيق ونحن عمينا بطريقة كونه معظم العالم بتحب تسمع أشياء أوديو بوكس بالسيارة فيه يكبوس على هذه الفنكشن الكار مود وما لازم يتطلع على البطنز هون حتى ما تلهيه على السباقة بالظبط فيه يكبوس على هذه الفنكشن بصير بيكبوس وما كان على الأب تتوقف تبلش يعمل هيك بنطلق الدم مثلا كذا كمان فيه إذا بده واحد عم يسمع الشعر أيامات الشعر بيكون بطيق الصوت فيه يسرع شوية السبيد أو يبطئ كمان سحاسي أنت تقارئ كتير سريع فيك تبطئ كمان وفيك كمان إذا حبي بتوقف تعمل بوست ترجع تعيد عن جديد مرة تانية فيها الخاصية فيك حتى في كذا كتاب أول واحد هي إن فيك تسمع كذا كتاب تماما شغلي تاني كمان فيك تعمل داونلود إذا بدك تعمل داونلود تسمعي مثلا في محل ما في واي فاي أو ما بدك تستعمل الديتا تابعيك مثلا أنا شخصيا تحب تسمع كتير على الطيارة عشان هيك محدة يميلهيني في تسمع كلها أو إذا في محل ما فيه ما فيه ما فيه إرسال تسمعي في داونلود وهي داونلود وهي داونلود فيك تحطي صورتك هون فيك هون عنديك تعدل بالساتينجز في عمنا كل الساتينجز نحن حابين نعملها تكون تجربة كتير سلثة وكتير كستمايز للشخص تماما فيه غير البطنز كمان إذا هو حابب يسمع كتب بالعربي بصورتك بالعربي بس بده الكبسات يكونوا بالإنجلش فيه غير كمان هيدا و الهاله كمان نحنا أهمية المشروع هيدا أن نحنا نحن على التجربة هيكون عنا كتير دايتا يلي بتساعدنا نشوف شو الناس بتحب اهداء بتسمع شو الأقصص اللي بتحب بقيا القراءة أو الروائيين بتحبوهن وبيصير واحد فيه مثلا يشوف شو الليسننج لفل تقولك تماما إذا مثلا وهيد دا بتصيب تعبية هايك هاتوا واحد يتحمس أكتر أنه يسمع أكثر وأكثر حتى هناك أيضاً عندك داشبورد تشوف أدسها أدسها لك تسمعين أنا سامع هنا 14 ساعة 35 ديئة تشوفها شهرياً يومياً واليوم مثلاً أدسها مثل ما شاهدت طبعاً نحن كتير بنين لفيتشورس فيها كرميل واحد يحس حاله أنه فيها تناغم قريب للألم و تكون أبليكيشن كما شفت نحن كتير من أنه يحس حاله تشوفها كثيراً كثيراً استثمرنا بهذا التطبيب طريق كيف لقيته تجاوب الناس مع هذا الابليكيشن؟ أول ما نحن عملنا كامباني صغيرة كان بدنا أول شيء مثلاً 200 300 شخص صار علينا بغضو الأسبوع أول 3 تلير فيوزر وعم يتفاعلوا معه ويبع طولنا شهودوا يسمعوا ولي ساعدتنا كثيراً حتى نحن نستعملهم كفيدباك نأخذ كيف نطور وكيف نحسن بدنا إんですね من شراءчит ونصح فكرة Bullclafica من أن وين وجدت فكرة اسم بووكلافا؟ اسم بووكلافا أعجت من البقلاوة من صورة很وني من طلب Madama كلام موقع وتعب ما بدك توقفي أكيد تستقبلوا كمان شي بالتطبيق قصص خاصة لعرضة واستماع لقلاق؟ أورادي نحن عنا تجربة هلأ مثلاً مساجدين قصص ريوائيين كان بعضهم جداد ما كتير معروفين في كمان ناس هني عاملين كتبهم أورادي اوديو وبيجوا بدون نحطوه على المنصة عنا لحتى يكون موجود تاب تابعهم يعني صوتين مرسي طارق تانكيو إليك المطالعة كنز ما له تمن هي بتوسع أفاق الثقافة والمعرفة عنها بوكلافا تطبيق بساعد على إدخال المطالعة لهوياتنا اليومية لإنتاج جيل أكثر سقافة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر